السلام عليكم دلوقتي أصبح تريند عن طريق حضراتكم وعن طريق ناس كتير قوي كانت بيتدعمه في الفترة الأخيرة كروان مشاكل والله زي ما بقولكم لا كنت حابب أن أنا أتكلم فيه ولا أن أنا أصلا أتفرج عليه ولا أعرف الحكاية أصلا من أولها وأخيرها بس التريند حكم أم التريند على المنظر اللي بيعملوه بسبب أن هما يوصلوا لمشاهدات معينة خبر كان مكتوب على وسائل التواصل الاجتماعي كل شوية ما بين الساعة والتانية ضبط إعلامية مشهورة على قناة مشهورة بكذا وبكذا وبكذا إعلامية مين يا جماعة مع احترامي الشديد لحضراتكم هو أي حد بيطلع بيروح يأجر ساعة على أي قناة تحت السلم بعدها على طول يبقى إعلامي كلمة إعلامي دي كبير قوي وكلمة إعلامية برضو مع احترامي كبيرة قوي الناس الإعلاميين دول ناس كبار مش صغيرين ناس متخرجين من كلية إعلام ناس بيشتغلوا في مهنة الإعلام مجالهم أدالهم سنين كتيرة هما دول الإعلاميين لكن في الفترات الأخيرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الموضوع ده إن المزيعات اللي هما شغالين أو اللي هما بيحبوا إن هما يبقوا مزيعات ويبقوا برضو تريند ومشاهير بيروحوا أجروا ساعة على أي قناة فضائية تحت السلم بمبلغ معين بعد كده بتقدم فيها أي محتوى بزرامي بعدها على طول ممكن تعمل حاجة إن هي تبقى إعلامية تقول على نفسها كلمة إعلامية الكلام ده غلط تماما وعار تماما من الصحة الإعلاميين ناس محترمين والإعلاميين ناس أكبر من كده بكتير والكلمة دي المفروض الصحفي اللي كتب حاجة زي كده أسف في الكلمة يجازع على الموضوع ده إن هو يكتب إعلامية مشهورة ويكتب إنها تم ضبطها وعليها قضايا أداب وحاجات زي كده أسف في الكلمة حتى اللغة اللي انت عملته ما بين الإعلاميين دي حاجة مش كويسة دي رقم واحد طيب ده الموضوع اللي استفزني عشان كده خلاني إن أنا أتكلم فيه كروا مشاكل تيك توكر واللي دلوقتي في فترة الأخيرة كمان بقى إن هو شغال بقى ممثل ربنا يرزقك ويكرمك ويبارك لك ويدي لك من واسع ولكن هي الفكرة في حاجة معينة خليك نضيف خليك كويس خليك محترم خليك راجل كويس مفيش مشكلة في أي حاجة من الحاجات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى بيدي الرزق ما يشاء محدش يدعب حاجة زي كده ولكن المشكلة اللي احنا بنتكلم أو بصدادها دلوقت إن انت حضرتك بالترند على راسنا من فوق وإحنا موفقين على حاجة زي كده وربنا يرزقك ويكرمك ولكن اللي انت تطلع بطريقة مبتزلة ده اللي احنا بنتكلم عليه وده اللي احنا بنقف عنده الفيديو الأخراني أو الفيديو اللي كان سبب سبب بالمشكلة دي كلها المزيعة اللي هي اسمها الفلانة الفلانة اللي حضراتكم كلها عارفنا كلكم عارفنا أو مش مزيعة برضو عشان أنا مغلطش اللي مأجرة ساعة وبتطلع بتتكلم عليها بقين أي كلام وبعدها على طول معلنا وزارة الداخلية اللي أكدت إن هي مطلوبة في عدة قضايا أداب ومطلوبة في أكتر من قضايا ضعارة ومطلوبة كمان في كذا حاجة لا حولها ولا قوة إلا بالله بتتكلموا في إيه القناة أصلا اللي انت خادتك أصلا عشان تشتغل معاها وعشان تتفعلها فلوس دي لازم تتحاسب ولازم تجازة بسبب موضوع زي كده ما علينا من الموضوع ده محموق قوي بسبب الموضوع ده بكلمة إعلاميين ما علينا طلعت علشان تبقى ترند ركبت على كروان وكروان ركب عليها والدنيا بزرميت طلعوا في فيديو في المطبخ هو أريان من فوق بادي بيلدنج أريان من فوق وعمال يلعب وعمال يمسكها من وراء وعمال يعمل حركات إحاقية جنسية زفت وزبالة وقزرة ونزلوا الموضوع ده كله على وسائل التواصل الاجتماعي الناس كلها هاجت عليهم بعدها رح قالوا وعلشان يطلعوا من موضوع عشان يركبوا ترند تاني كروان متجاوز فلانة الفلانية اللي هي اسمها انجي حمادة والله ما عارفش والله ما علينا قالوا بعدها أن هي متجاوزة طب بعد الموضوع غلط أصلا بس ما علينا بعدها طلعت هي قالت ده هو متجاوزني والموضوع ده كله إحنا في المطبخ وبعد كده كان واحد صاحبه هو اللي كان بيعمل الليلة دي كلها اللي هو مدير أعماله مدير أعماله إيه ما علينا ولكن هو اللي بيعمل الليلة دي كلها بعدها على طول الناس كلها هاجت عليهم المحامل المحترمين طلعوا بعدها على طول وبدأ أن هما يعملوا بلاغات في كروان وفي إنجي تم ضبط إنجي دي بالفعل وبعدها طلعت الليلة دي كلها كروان طلع بعدها على طول وكل شوية فيديو يطلع ورد تاني ولايف يطلع ورد تاني ويتكلم في الليلة دي إنجي مراتي إنجي مش مراتي إحنا مننا إن شاء الله حتى تتجوز المعزة ما علينا في مجمل الكلام ده كله كل الليلة دي كلها جماعة ترندات بتركب على بعضها وكل الناس بتركب الترندات على بعضها لكن الفكرة كلها في حاجة واحدة حماية الأداب موجودة موجودة الناس اللي مش محترمين اللي على البرنامج ده اللي أصبح التيك توك دلوقت منصة اجتماعية مهمة جدا أصبح كمان مهم إن المفروض كمان ينظف من الناس الأشكال اللي زي كده واللي بيركبوا الترند على الناس اللي هم البوساط عقليا دي برضو المفروض يجازوا أكتر من الناس دي بمراحل طب أنت طلعت دلوقتي تعايت وبتقولوا انقذوني ووقفوا معايا وعملوا وسوق والتاني اللي قاعدة تعايت برضو وتقول أنا مقصدش كل الليلة دي كلها علشان نركب ترند وعلشان الدنيا تركب ترند وعلشان بعدها ياخدوا فلوس معينة من الليلة دي كلها طوزف الفلوس في المنظر ده كله طوزف الترند في الليلة دي كلها طوزف الحاجات دي كلها مدام في حاجة اسمها شرف وكرامة وحاجات زي كده لو اتكلمت على الموضوع ده تحديدا هاعد فترة طولة جدا ولكن أنا في المجمل أو في خلاص تقول إن في ناس وراء الناس دي هي المفروض تحاسب القناة اللي شغلت الإنسانة دي أو الشخصة دي أو البني أدمة دي اللي شغلتها علشان تقول كلمة إعلامية وما فيش كلام زي كده خالص دي رقم واحد رقم اتنين الناس اللي بيديروا مواقع زي موقع كروان وزي موقع انجي وزي 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 الناس دي برضو المفروض توقع لأنه هما بيلعبوا على الترند بطريقة مبتزلة وبطريقة قذرة وبطريقة مش كويسة وبطريقة برضو تحارب القيم بتاعتنا والنبادئ بتاعتنا كل ده برضو عشان يكسبوا الترندات هما دول المفروض يتحاسبوا على فكرة تالت ناس إحنا اللي هما حضراتكم اللي انتو بتوصلوا الناس دي لترند معين وبتوصلوا الناس دي بتضحك الهيستيري بتاعنا إحنا بيتحك عليهم ولكن في المجمل هما هما اللي بيوصلوا للحاجة اللي هما عايزينها مش اللي حاجة اللي احنا عايزينها لا 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 هما اللي وصلوا بالطريقة دي بوصلوا للترند بالطريقة دي فاحنا اللي وصلناهم وحضراتكم السبب في حاجة زي كده لما باطلع كروان يقول لك انا مش فنان وانا بحارب الفنانين وانا محمد رمضان ايه هو اللي انت بتحكي فيه ده يخرب بيت كده ما علينا من الكلام. اللي انا اعرفه. وحضراتكم ممكن تقارفوا اكتر مني. ان الموضوع ان هي تقبض عليها. وهو الغاية دلوقتي بعاية وبعاية على التواصل الاجتماعي على التيك توك تحديدا. علشان الناس تنقذه وتقف معاه وهو ما كانش يقصده ان هو غلبان. والله انا متأكد من كده. ولكن انت الليلة زخافتك. والليلة ديتك اكبر خزوء في حياتك. ولسه بدري. لسه يا ما هنشوف على البرنامج ده. ربنا يا رب يسطر يا رب علينا وعليكم. رأيكم. سلام عليكم.